خلينا بقى نروح للصحافة المغربية وماذا قالت الصحافة المغربية عن الصدام القادم بدأت الصحف المغربية صدام عربي بين مصر والمغرب في دور التمانية بأمم إفريقيا وده أول التعليقات اللي علقتها الصحافة المغربية على تأهل منتخبنا الوطني إلى دور التمانية بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل طبعا السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي ليشهد الدور المقبل مواجهة عربية خالصة ما بين المنتخب المصري ونظير المنتخب المغربي إن شاء الله هذه المباراة تبقى يوم الحد في ملعب أحمد وهدجو زي ما قلت لحضراتكم صحيفة المنتخب قالت أيضا مصر تكرس عقدتها لكوديفور وتضرب موعدا ناريا مع المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا وقال موقع البطولة صدام عربي في ربع نهائي الكان 2021 بين المغرب ومصر وعلق موقع ثري سيكس زيرو سبورت قائلا الأسود يصطدمون بمصر في دور ربع كأس إفريقيا وقال موقع هاسبورت الفراعنة يتجاوزون الفيلة ويضربون موعدا مع الأسود في ربع نهائي كان الكاميرون